اشتركوا في القناة الهيئة القدائية رؤساء المصالح الخارجية الحضور الكريم نزلاؤنا ونزلاتنا الأعزاء تحية خالصة وطيبة للجلية في إطار العديد من المبادرات الإنسانية والهدفة وأنا بجنبي الأستاذ أبو عروى ليحاول ما أمكن أنه يخرج هذه المؤسسة من فضائي إلى آخر وحاول ما أمكن يحاول ما أمكن أن تنفتح على محيطها الخارجي في هذا اليوم المبارك السعيد في هذه الأيام العاشرة الأواخر من رمضان كنستحضروا شركاء المندوبي العامة كنستحضروا دور الهام اللي كيقوم به رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة برشيد على العديد من المبادرات الهادفة والجريئة لما كيتردش أنه كيرسموا حد خطة سانوية للعديد من الأنشطة الدينية والروحية لفائدة الساكنة السجنية وأنتم تعلمون علم اليقين أهمية الوازع الديني داخل الفضاء السجني بدوري أشكر قداماء المنتخب الوطني على حضورهم هذه الدعوة وتلبيةهم هذه الدعوة في هذه المناسبة كما أشكر كذلك جميع من أتتوا لنا هذا الفضاء على رأسهم هيئات المجتمع المدني لتهمك يبلو البلاء الحسن في تقديم الدعم الروحي والمعنوي لفائدة الساكنة السجنية أشكر كذلك الشركاء المندوبية العامة والمصالح الخارجية على أصيام السلطة الخدائية في شخص رئيس المحكبة الابتدائية ونائب وكيل الملك وجميع الفاعلين لكي أدوا حد رسالة هادفة داخلها وكي يساعدون أيما مساعدة في قاتلة الإدماج والتأهيل وشكرا جزيلا لهم رئيس المجلس سعيد المحلي لإقليم برشيد إذن ينظم المجلس سعيد المحلي لإقليم برشيد هذا الإفطار الجماعي بشاركة مع مؤسسة سجنية لمدينة برشيد لفائدة النزلاء والنزلات وهو سعيد وهو حاضر في هذه العشر الأواخر من رمضان في قلب المؤسسة السجنية من أجل حضور هذه التظاهرة الكبيرة التي يحضرها الفنانون والرياضيون والعديد من مجمعيات المجتمع المدني والإعلاميين لحمد الله كيد دخلوا الفرح والسرر على النزلاء والنزلات وهما كيف يفتروا معهم في اليوم المبارك المجلس سعيد المحلي له برنامج كبير في التأطير في التوجيه يحضر تقريبا حوالي 3 إلى 4 مرات في كل أسبوع داخل المؤسسة سجنية له دروس في الوعد له دروس في تعليم القرآن دروس في محاربة الأمية دروس في تعليم الطبخ للنزلات دروس في التواصل النفسي مع نزلاء المؤسسة السجنية فالقصد من هذه البرامج كلها وهو أن تكون المؤسسة العلمية مواكبة للنزيل والنزلة حتى إن شاء الله إذا أطلق صراحهم بحول الله تعالى يخرجوا في صورة إيجابية نافعة للمجتمع النافعين إن شاء الله لأنفسهم لدويهم لأسرهم لمجتمعهم لوطنهم تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمين المؤمنين الذي يلاقيه جهدا في إسعاد شعبه وفي إسعاد وطنه بدوري أشكر جزير الشكر كل الإعلاميين والرياضيين والفنانين اللي حاضرين معنا اليوم واللي كيشاركونا هذه الفرحة لأن هذا الإفطار الجماعي جزا الله الجميع آخيرا وشكرا جزيلا